موسيقى رجعنا لكم مرة تانية وصلنا دلوقتي لفقرة ستوديو الحريف موسيقى بنكمل لما حضراتكم موضوع منورتنا علشان نعرف الحل في العنف الأسري وموضوع محتاج مقدمات وكلام كتير لأنه فيه إحصائيات وأرقام لما بنسمعها بنتصدم ونقول معقول كل دول بيتعرضوا للعنف العنف الأسري بأشكاله المختلفة اللي بيتعرض له ملايين من السيدات والأطفال وكمان الرجالة عشان كده مشرفنا في الحريفة الاستشاري النفسي دكتور وليد هندي برحب حضرتك أهلا بيك أستاذ أميرة أستاذ هندي حريفة الإعلام الرياضي الله يخالي حضرتك يا دكتور عايزين نبتدي بما هي أسباب العنف الأسري هو أسباب العنف الأسري الناس فاكراها لها الأسباب الظاهرة أن واحد ضرب مراته بسبب أن هي تأخرت على عمل الأكل أو ما عملتش الأكل أو الأكل طلع محروق أو قاعدة بتلعب على الموبايل هو قاعد بيتكلم أو يبقى فيه خلاف حول أن تربية الأولاد ده السلوك الظاهري السلوك الظاهري ده يبقى هو العامل المفجر للعنف مش هو شكل العنف أو سببه الرئيسي السبب الرئيسي للعنف أنه يتربى في البناء النفسي عند الإنسان أنه هو طفل صغير صحيح بالتنشاء الاجتماعية أن الأب والأم بيضربوه بينكلوا به بينعتوه ببعض الألفاظ الغير مستحبة أو الغير مرغوبة فيه عنف جوه البت من الأب والأم فبيطلع بناء النفسي متشبع بالعنف وعنده الصورة النموذجية للتعامل مع الزوجة هو العنف فلما بيجي يكبر بيعمل بما يسمى بإعادة إنتاج السلوك يعني اللي تربى هو عليه بيرجع يعمله تانية مع مراته مرة تانية ده بيبقى سبب رئيسي عنده بلص إنه هو حتى في المدرسة لما بيمارس سلوك عنف أو يمارس عليه عنف والأب والأم ما يتعاملوش معاه بصورة تربوية ويزود العنف عليه عنف بمعنى إيه لما يجي ابني من المدرسة مضروب الأم أول حاجة بتعملها دلوقتي على جروب المامز تمسك المدرس أو المشرف أو قدرة المدرسة وتسلخه على الجروب فهينها عملت العنف مقابل عنف ما علجتش العنف اللي اتمرس على ابنها فبالتالي بيطلع عنده إن سلوك العنف هو الأساس هو اللي بيتقدم في التعامل معه الآخر لما بنشوف الولد بيشوف إحنا بنعمل العمالة إزاي كان بقى بعمارة أو سواء أو حتى وإحنا ماشيين في الشارع بنعمل سوئين الميكروبصات أو بعض الفئات اللي موجودة في الشارع إزاي فبالتالي بيتغز هو كمان بسلوك العنف مش هنتكلم بقى عن الألعاب ألعاب السوشيال ميديا اللي إحنا سايبين أولادنا دلوقتي إحنا مش بنربيهم للأسف الشديد لأولاد بتنمو يعني بنوفر له أنا تابلت وبنوفر له مدارس لغات وعربية إنما أنا قاعد متابع السلوكيات اللي عنده لا سايب التابلت هو اللي يربي سايب ألعاب الفيديو جيم هي اللي تربي فبالتالي بيختزل العصابية اللي جواه حتى أطفال كتير دلوقتي بقى عندها بعض المتلازمات السلوكية اللي بتعبر عن العنف حركات عينيها وإيديها ورجليها فالحاجات دي كلها مختزة لخبرة العنف من ألعاب الفيديو جيم أو الألعاب اللي بيشوفها فبيطلع برضو بناءه النفسي مشبع بالعنف بلص إن هو ممكن الشخصية البرسون والنمط الشخصية بتاعه يبقى عنيف يعني أنا إيه لي خاليني أنا بضرب مراتي واللي جنبي ما بضربش أنا نمط الشخصية عندي قد يكون عدواني طبيعتي عدواني لأقدم الحلول المنطقية ما عنديش قدر من المرونة الزهنية وبالتالي بيتقدم عندي سلوك العنف قبل أي اختيار آخر أو بنشوف بعض الرجالة النرجسية محبل ذاته يعني عاوز يقعد الزوجة والأولاد مخدماتية تحت منه تعمله الأكل والشرب وتعدله المخدة وتعمله مساج وتغير التلفزيون على القناة اللي هو عاوزها وتشغل درجة التكييف حسب راحته هو درجة الإضاءة في القوضة زي ما هو عاوز هو نرجسي هو أناني فالنرجسي والأناني ده البرسون والبتاعه بيكون أكتر الشخصيات المهيئة دي ممارسة العنف زي وزي الإنسان العدواني أو السايكوباتي اللي دايما يعني يتمتع أنه يخترق القوانين والأعراف ويدهس العادات والتقاليد وبناء عليها مش بيحافظ على بنت الناس اللي جاية له من بيت محترم فبينكل بيها باللص إن عندنا شخصيات سادية بطبعها يعني فيه راجل بطبعه يستمتع والزوجة بتقاصي كل ألوان الألم والعذاب حتى لو معنوي أو نفسي مش شرط العنف يكون مدي يعني ممكن ينكل بيها ممكن ياخد مرتبها اللي بتشتغل بيها ممكن يمنعها عن أهلها ممكن ما يدهاش هو الشرعية ده يا دكتور بعد إذنك اللي احنا عايزين نتكلم فيه احنا عايزين نتكلم على أنواع العنف وهناعتبر كمان أن التلاعب النفسي يعني هو العنف مش عنف جسدي بس صحيح التلاعب النفسي والابتزاز العاطفي يعتبر من أسوأ أنواع العنف من أسوأ أشكال العنف وأحقارها التلاعب النفسي والإذاء العاطفي والتنكيل المعنوي والحط من الشأن والتهميش والسخرية والاستهزاء وإثارة الشائعات حوالين الزوجة هي اللي مسترجلة هي اللي مش عارفة تعامل معاها هي اللي إنسانة عنيدة الرطرطة في الكلام هنا هوت اللي أنا أعريها نفسياً قدام أهلها والأصدقاء والمجتمع المحيط ده أسوأ أنواع العنف وأشدهم ابتزال واحتقار من الرجل ضد المرأة يعني هكذا عندنا مثلاً في مصر زمان يقولك اللي يقول لمراته يا هانم الناس تشيلها من على السلالم صحيح عزز مراتك أنا أمر أعرفه فعلاً تقريباً ما سمعناش حد بيقول لمراته يا هانم مشاكي ده معرفناه طب تقبلت المثل بقى واللي يقول لمراته يا عورة الناس تلعب بيها الكورة يعني إيه يعني تبقى البانة في ألسنت الناس ده يتناولها وده يزدريها وده يحقر من شأنها وما تلاقيش حظ واجتماعية عند أهله وعند إخواته وعند أمه في التعامل لأنه هو اللي بيخلي الناس تلعب بيها الكورة لا خليك حريفة بقى لازم تعرف المثل يمكن فضل مخرجنا بيقول أنه قال كلمة حلوة قوي أنه كرامة الزوجة من كرامة زوجها طبعاً ده الرجل الصح رجل الصح اللي متربي صح ابن الأصول اللي طلع من بيت أصل بمعارف ده دكتور إحنا دلوقتي يمكن قلنا شوية أسباب ما هي الحلول أنا دلوقتي لو بتعرض لأي نوع من أنواع العنف الجسدي النفسي المعنوي والابتزاز إزاي يقدر أخرج من ده سليمة زي ما بيقول بص حضرتك المثل في مصر بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه دع فينه طبعاً يعني خلينيه في المنطر عليه إنه خلاص هو ترب يعني هرب من تحت قدينا إنما نقدر نعوده على ده على ثقافة الإحترام نقدر نعوده على لغة الحوار نقدر بقدر الإمكان نعود إحنا الاتنين حتى ممكن قبل الجواز أو وسط الجواز ونبدأ نعمل كونتراكت أو عقد اجتماعي فيها بيننا إيه المواقف اللي ممكن تصير العصبية وتخلي الواحد يتنرفز ونعرف إيه هي تحت مظلة الإحترام يعني لازم يبقى فيه إحترام موجود لازم تفهمي جوزك كل واحدة بتسمعنا إن الإحترام أبقى من الحب الحب ده ممكن يتلاشى الحب ده رصيد إنساني متحرك قبل الزيادة والنقصان إنما الإحترام ده عصب العلاقة اللي بيخلي علاقة أسرية تستمر الإحترام مش الحب فالإحترام ده أساس وبناء عليهم الاتنين يتوافقوا ويتفقوا ويتعاهدوا فينا بينهم إن أي موقف ينال من الآخر ومن احترام الآخر نبعد بين عنه ده مهم ونتفق برضو على استراتيجية لحل الصراع إن حتى لو حصل موقف معين هي القصة مش فرد قوة ولا فرد سيطرة ملي سيطرة على مين لا القصة اللي إحنا عاوزين نمشي البيت ونمشي العلاقة بتاعتنا وبناء علي أي موقف إشكالي فيه نوع من الاختلاف نخطه موضع إحوار وموضع كلام وموضع منقشة وموضع حلول وبقول الزوجة بالذات ما تزنش على الزوج يعني مش من أول ما يجي من برة تستلمين في الكلام لا انتقي الوقت الأمثل للكلام في موقف الخلاف ومش شرطة قبل لازم حصل موقف دلوقت يبقى نحل دلوقت نسيبه يبرد شوية نسيبه يبرد بس على فكرة برضو أوقات الزوج هو اللي بيزنه أوقات الزوج هو اللي المشكلة دلوقتي هنتكلم دلوقتي دلوقتي المشاكل بين الستات والرجالة ما بقتش زي زمان معروف الستة هي اللي زنانة والستة هي اللي نكادية كمان بقى فيه العكس ويمكن زي ما أميرك بتقول أنه الدراسات بتقول أنه فيه ستات هي اللي بتضرب اجوازتها بصي حضرتك المرأة المصرية هي الأولى في العالم في ضرب الأزواج يا جماعة أنا بقى أنا هموت أنا مش قادر أسدق دي إحصائية رسمية من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية من الدولة المصرية ستة كل حبيبتنا الاستات ستة المصرية أنا عايزة أتكلم في حاجة بس دكتور حضرتك كلمت فيها حضرتك بتقول جوزك على ما تعويديه وابنك على ما تربيه لا فيه برضو رجالة هي بطبعها مش هتقدر تغيرها لأن دي زي ما حضرتك قلت طفولتها كانت فيها مشاكل اتربت على العنف أنا إزاي أنا أقدر أغير شخص دي ده طب ما إحنا نمسك بقى من الأول كده الاختيار ياريت يكون مظبوط إحنا دلوقتي بنشوف معظم البنات بتميل جدا على الشخص التوكسيك ويمكن فيه يعني مش عايزة تطرق للدراما فيه شوية مسلسلات تتطرق للشخصية التوكسيك وتلاقي البنات كلها هتموت عليها إيه سر انجزاب البنات والجيل لشخص التوكسيك بص حضرتك نمط الشخصية بتاع كل إنسان هو اللي بيحدد اختياراته في الحياة عندنا بعض البنات أو الفتيات عندها بما يسمى بعودة ستيكهلم إيه عودة ستيكهلم دي إن الإنسان بيتوحد مع اللي بيينكل بيه وبتلاقي الضحية دي هي اللي بتسوق له مبرات بتاعته هي اللي تعمله تسويق لها مش محتاج يدفع عن نفسه الشخصية اللي هي عندها ستيكهلم دي أو عودة ستيكهلم دي من أكتر الشخصيات اللي تنجزب للرجل اللي هو التوكسيك أو العلاقات السمة أو بعض الشخصيات المازوخية اللي عندها متعة في تعذيب الزاد فبالتالي يرميها في الحيطة تردوله تاني هي مستمتعب ده شفت الكلام ده طيب لا شفت ده فعلا ده موجود أو بعض الأنماط اللي تربت في بيئة فيها تعذيب وفيها إهانة وفيها تنكيل فمعتقد أن ده نموذج المثالي بالنسبة للرجل فما بتصدق أن هي تلاقيه ولكن لما بتنزل على أرض الواقع بالمناسبة وتعاني الأمرين منه وتلاقيها علاقة سمة مستنفذة منتهكة مستغلة ومستغلة للشخصية اللي قدام منها بيجي عليها وقت بتقوله أعطيني حرياتي أطلق يدي أنني أعطيته ما استبقيته شيئا آه من قيدك أدمى معصامي دي ما أبقيه وما أبقى عليه الله الله الدكتور كمان خليني أضيف على كرام حضرتك حاجة يمكن شفتها في بنات كتير أنه في بنات كتير بتحب تويد قصة باباها ومامتها لو الأب والأم كانت علاقتهم حد فيهم هو المسيطر أكتر هو المؤذي أكتر لو خلينا نقول الأب هو اللي كان مؤذي فهي بتدور بدون وعي منها على حد نسخة أبوها في الأزا ولو الأم كانت المؤذية فهي بتحاول تخش في علاقات تبقى هي اللي مؤذية فيها إزاي لو أنا واحدة من الناس دي إزاي أقدر أتخلص من ده بصي حضرتك غالبا لما بتطلع هي عند أب مؤذية أو أم مؤذية يقيمة بتتوحد معهم في السلوك فبتطلع بتعمل إنتاج السلوك هو هو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي أو بيجي لها بما يسمى بالجاموفوبيا أو الخوف من الجواز أو رفض الجواز وبالتالي لما تيجي تتجوز هي اللي بتفتعل المشاكل لأنها رفضة من جواها في بناءها النفسي في شكل الجواز بشكله التقليدي أو المعتاد وبناء عليه إحنا دايما بنقول أن التجارب الإنسانية متفردة يعني حاولي تصنع قصة حياتك وتكتب السيناريو بتاع حياتك بالمتراضفات اللي أنت عاوزها بالشكل اللي أنت عاوزها قسمي فصول حياتك زي ما أنت عاوزها يعني دايما نقول لأي حد يسمعنا أنت يوسف أحلامك أنت اللي بتفسر وأنت اللي بتبشر وأنت اللي بتغزي الخيوط العلاقة فشوف أنت عاوز شكلها إزاي بصورة نموذجية بقدر الإمكان تحرر من أعباء الماضي وخلينا نتقق أنه كلنا تربنا بالمحاولة والخطأ فدايما بقول الإنسان بيتربى مرتين في حياته مرة من قبل الوالدين بيكتهدوا أنهم يربوا ومرة لما بيبقى ناضج فبيشتغل على نفسه يهزب سلوكياته يطور من قلياته يحاول بقدر الإمكان يتخلص من بعض أثار الماضي يحاول أنه يدي نفسه صبغات اجتماعية جديدة ومستحبة ومستحصنة تجمل من شكله ومن أداءه الاجتماعي فأنا دايما بقول إحنا مفروض كنا زمان ما بنيجي نتجوز بقى بمناسبة الاختيار بقول لأي حد مش المعيار أن بنتي تطلع من البيت وتتجوز وتتسطر لا المعيار أن هي لما تطلع ما ترجع ليش تاني مش ترجع لي تاني إزاي بحسن الاختيار دكتور حضرتك ونت بتتكلم كنت بتقول الحب ممكن يروح وكذا ممكن يكمل عايزة حضرتك تقول للناس ما هو التعريف الصحيح للحب في علم النفس بشكل علمي إيه هو الحب؟ بص حضرتك الحب ده بيكون مجموعة من مشاعر التجاذب بين طرفي العلاقة وبين الرجل وبين الست وانس إن بيحصل دقة القلب الغريبة اللي هي يعني مش أي حد بيخبط على بابنا بنفتح له لما بتحس بالدقة دي لما تحس إنك مهتمية ومعتنية وممتنة وسعيدة بحضور الآخر ده بيبقى هو ده الحب ولكن ده مش هو ده المقياس للسمرار العلاقة الحب أساس طبعا الحب أساس ويمكن حتى إليه أبو ماضي وده أحد شعراء المهجر قال إن نفسا لم تشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفت الله فالحب الحقيقي اللي بيعيش يا حبيبي زي أنا بيقول محمد فؤاد ده اللي بيملك مقومات الاستمرارية وبناء عليه لازم يشوبوا الاحترام يشوبوا بعد التقارب الفكري والزهني والمعطيات المجتمعية من الآخر يعني عاوزة تعماري في بيتك اختاري اللي شبهك اختاري اللي شبهك طيب حلو عايزين ننصح الناس وهي بتختار كده إيه العلامات اللي ممكن لما يشوفها في الشخص ده أقول لا الشخص ده هيطاين عشتي الشخص ده عنده عنف حاجات كده الناس تستفيد بيها سواء ستة أو راجل في أمور أنا كابنت لازم تبقى عناية حلوة وأنا بختار عناية حلوة مش قادرة أو زرق نعم عناية حوالي راكب لانزز ومختارش واحد أمور يعني عناية حلوة شايفة اللقطة إزاي يعني لما تيجي الإحصائيات في مصر تقولك إن 28% من حالات الطلاق في مصر نتيجة إن الزوج ابنمه مش ابنمه يعني بر بيها ابنمه يعني بيأتمر بأوامرها بينتهي بنواهيها قاعد بيسمع كلامها وخلاص هو اللي هي اللي بتختاره اللبس تربية الأولاد مدرسهم المصائف نوع الأكل السكن كأني متجوزة مامتو بقت متجوزة مامتو يبقى أنا أخل بالي من وشك يبقى أنا أدغل بالي من أول قاعدة يا دكتور مش معقولة الأمثلة اللي بتقولها خطيرة خطيرة صحيح أشوف المفاتيح في إيد مين في القاعدة من ساعة ما جاي تقدم ميلي بيتكلم الأم ولا الأب هي اللي بتقولها دخلت ابني مدارس أنا علمته أنا ربيته أنا خليته لو هي اللي بتتكلمه بس يبقى مفاتيح عندها يبقى تتكر خلي بالي من الأول يبقى أبعد عن ابن أمه أبعد عن الكذاب لأن الكتب ده لا يستقيم معاه أي علاقة أسرية الكتب مفتاح كل الشرور والخيانة الزوجية والضحك عليها وشغل الثلاث وراءات هيعايشها في نار بعدها بتلف حول نفسها ما تبقى لها من العمر نبعد عن الإيدكت أو عن المتعاطي والمدمن وده عملية خطيرة جدا لازم يخلي بالي من سلوكيات وهل هي سلوكيات إدمانية ولا لا نبعد عن عليش يا دكتور نقف عند موضوع الإدمان ده علشان بس مؤخرا للأسف بقيد أشوف ناس بتقول أنه الإدمان بس هو المخدرات وأنه لو هو مدمن كحليات أو مدمن الإدمان خلينا نقول أنه الإدمان الإدمان مفهوم الأوسع أيا كان يطلع مخدرات يطلع حشيش يطلع طوابع يطلع بنجو يطلع كل المخدرات الرقمية أو الموسيقية اللي موجودة دلوقتي يطلع مدمن أمار بيلعب أمار ما الأمار ده برضه إدمان ده مؤشر لعدم سواء الشخصية لأنه هيترتب عليه بقى مشاكل جمع جدا هيترتب عليه العنف وحيدربك هيترتب عليه الخيانة الزوجية هيترتب عليه العجز الجنسي هيترتب عليه الفضيحة والتجريس الإجتماعي لأنه ممكن يقع في أي موقف قانوني غير مرغوب ويضحك عليك ويقولك هنعمل مشروع أطفال هيتدمروا كمان مستيش مستقبل وبعد الإدمان إيه كمان حاجات اللي مالوش كبير يعني اللي يجي يقولك خدي بالك بقى ده مالوش كبير ما حال شعر في عمل معي حاجة وما لما أحب أكلم شعب مصر أكلم منه بقى الفيلم ده كلام ابعادي يعني بقولك ده مالوش كبير لا ده نخاف منه لازم يبقى ليه مرجعية لازم يبقى فيه حد بيحترمه بحيث لو اختلفنا احنا معاه يبقى فيه كبير حاكم عادل آمر ناهي يعرف يحطوا الأمور في نصابها فنبعد برضو عنه اللي بيقولك إن مالوش كبير ونبعد في صفة عامة عن اللي مش شبهنا بمعنى إيه يعني مثلا أنا عندي بنتي متحررة شوية وممكن نجي لها واحد قريجي أظهر حرفضه ليه حرفضه لأنه متدين لأنه ملتزة حتتعبه هي حتتعبه وهو حتتعبها لازم يبقى فيه إلى حد ما وفاق طبعا فيه توافق حتى في المزاج النفسي اللي ده الست بتعاني منه الأمرين يعني ندخل يلاقيها مثلا حتى كاندل ومشغالة فيروز يعرض يتريق عليها يعرض ينكل بيها يتريق لأنه قاعد يصنع مراجنا ده العنف هيشتغل لدخل التريق آه طبعا يعني ناخد اللي شباهنا بقدر الإمكان حتى في المزاج النفسي ودايما نشوف أراءه حوالينا المرأة حوالينا الأضايا الكبيرة احنا كنا زمان بنقوله إيه لما نجي نختار أنا أسفة من غير قطع كلام حضرتك الواقع بيقول دقة القلب اللي حضرتك قلت عليها دي هي القلب ده ما عندوش مخ يعني المخ حاجة العقل حاجة والقلب حاجة الحضرتك بتقوله ده لما يجي اختار بعقل يقعد أشوف اللي حضرتك بتقوله افرد أنا حبيت واحد منها يلبس 60 نيلة في كل الصفات السيئة يبقى أبقى وقعية وأشوف هيستمر بيها علاقة أسرية ولا لا ولا صيامة إن مواطن الخلاف والعصبية والضرب كنا زمان بنرجحها الأسباب دلوقتي يبقى لها أسباب تانية بمعنى أنا لو أنا متفق مثلا مع امراضي والمعايير بيننا حوالين السوشيال ميديا تعاملات السوشيال ميديا هتحطي صورتك ولا ما تحطيش أنا بشوف ناس بتطلق بسبب واحد عمل لها لايك ويقال ما لقش علاقة بي ما تعرفوش أو أحد علق تعليق ويقولها إزاي بيكتب لك كده فلازم يبقى فيه توافق في البداية هل إحنا متفقين على علاقات السوشيال ميديا هل إحنا متفقين على علاقات العمل لأنه ممكن تكون ممتدة بعد العمل وزميل العمل يكلم مراتي وأنا في البيت وده وارد أبقى أنا شايف ده متفقين على بعض المعايير اللي دلوقتي بقت فريضة موجودة في مجتمعنا على كل واحد فينا فنتوافق حوالين منها علشان نبقى شبه بعض في علاقات السوشيال ميديا في عمل الزوجة في راتب الزوجة في دراستها العليا في سفارها للخارج دي كلها أمور مهمة قوي لو إحنا نتفقنا على الأسيات أكيد هنقفل باب كبير شكرا جزيلا نورتنا في الحريفة وإن شاء الله ما تبقاش آخر مرة إن شاء الله دائما الحريفة كده إن شاء الله يلت شكرك خلصت فقرتنا للأسف ويعني يا رب يهدي سر كل البيوت ويهدي الرجالة ويهدي الستات ونبطل خناء مع بعض الدنيا إحنا الدنيا بتخلص استنونا بعد الفاصل نرجع نكمل حلقات